السلام عليكم في هذا الفيديو رح ناخذ موقع محاكاة ممتاز جدا اسمه تنكر كاد فيجي واحد يسأل ايش الفائد من برامج المحاكاة بعض احيان يكون عندك دائرة معقدة واذا جيت وصلها على تست بورد عندك اسلاة كثيرة وعندك عناصر بالتالي اذا جيت وصلها ممكن تكون خطأة دائرة فعندك برامج المحاكاة طبق عليها الدائرة حقك اذا جيت نفذها بأرض الواقع رح تكون سهلة الحاجة الثانية يجي واحد ما يملك العناصر هذه فيكون عنده البرنامج المحاكاة يطبق الدائرة حقته هو مرتاح الحاجة الثالثة بعض احيان يكون واحد كسول زي فما وده يطلع العناصر ويوصل فيقول خلاص انا يكفيني بس اتأكد من الدائرة حقتي فعن طريق برنامج المحاكاة طيب خلو نفذ مشروع بسيط مع بورد الاردوينو احتاج في هذا المشروع ليد بحيث نبرمج الاردوينو بانه يتحكم في الليد بانه نخليه on off احتاجت ليد مع المقاومة بورد الاردوينو التوصيل جدا سهل من الانود حق الليد الى اي منفذ اي بورت انا اخترت رقم خمسة ومن الكاثود حق الليد الى المقاومة ومن الرجل الثاني حق المقاومة الى الجراوند في ميزة بالبرنامج هذا المحاكاة انه يستخدم في البرمجة يسمونها البلوك فورمات يستخدم طريقة بلوكات وهذه الميزة انه بعض الحيان واحد ما عندها اي شيء عن برمج مثلا فهذا تريحك مجرد بلوكات تركمها على بعض وتبدأ تمام بجر الاردوينو لاحظوا كيف طريقة بلوكات اول شيء احتاج اوتبوت اللي هو منفذ خمسة اخترت منه خليتها خمسة وحطيتها هاي ابغا يشتغل بعدين اعطيه زمن تأخير ثانية وحدة وبعدين اجيب مرة ثانية الاوتبوت وحطة خمسة وحطة لوق خليه يطفي وبعدين استخدم مرة ثانية زمن تأخير ثانية وحدة خلنجرب لاحظوا on off الميزة في هذا البرنامج محكا انه حتى ايضا يعلمك كيف البرمجة مجرد انك تطفي طعم هنا تضغط بلوك وتحط بلوكس مع تيكست لاحظوا هذا اللي حن توصيلنا في البلوكات شوف كيف حولها الى تيكست وكذا تقدر تتعلم البرمجة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر